بمناسبة عيد الميلاد المجيد وجه قداسة البابا فرنسيس رسالة إلى العالم قال فيها إن أنظار وقلوب المسيحين في العالم تتجه نحو بيت لحم حيث يسود فيها الألم والصمت ومن هنا نقول لا للحرب ولا للأسلحة وكيف يمكننا أن نتكلم عن السلام وقد زاد انتاجها وبيعها والاتجار بها وكم من الأموال تخصص لشرائها وفي فلسطين حيث تهز الحرب حياة تلك الشعوب الذين أعانقهم جميعا ولا سيما الجماعات المسيحية في غزة وفي الأرض المقدسة بأسرها حيث أحمل في قلبي الألم من أجل ضحايا الحرب في الأرض المقدسة مطالبا قداسته أن تتوقف العمليات العسكرية مع نتائجها المرعبة التي تتسبب بسقوط ضحايا مدنيين أبرياء ويتوقف تأجيج العنف والكراهية ويبدأ حل القضية الفلسطينية من خلال حوار صادق ومستمرا بين الطرفين وختم لأبو الأقدس رسالته قائلا من مغارة الميلاد يطلب منا الطفل أن نكون صوت الذين لا صوت لهم صوت الأبرياء الذين ماتوا بسبب نقص الماء والخب وصوت الذين يجبرون على الهرب من وطنهم بحثا عن مستقبل أفضل اشتركوا في القناة